قبل ما نتكلم على تحليل فيتامين دي لازم نعرف فيتامين دي ازاي بيتكون في الجسم اول حاجة تعرض الجلد لاشعة الشمس بيحول الصورة الغير نشطة لفيتامين دي اللي موجودة تحت الجلد اللي هي 7D هيدروكسي كوليسترول الى الصورة النشطة فيتامين دي فيتامين دي بيروح يتخزن في الكبد في صورة بتسمى 25 هيدروكسي فيتامين دي وكمان الاكل اللي احنا بنكله اللي فيه فيتامين دي سري بيروح يتخزن في هذه الصورة سواء فيتامين دي سري او فيتامين دي تو في الكبد بعد كده تبدأ الكلة ان هي تحول لنا 25 هيدروكسي فيتامين دي الى الصورة النشطة 21 هيدروكسي فيتامين دي المعدلات الطبيعية الفيتامين دي اللي بيتقاس في حاجتين من الفيتامين دي الاكتف فورم الواحد 25 هيدروكسي كوليسترول وال25 هيدروكسي فيتامين دي دول اللي نقدر نقسهم في الدم طيب تعالنا نشوف المعدلات الطبيعية اول حاجة لما يكون فيتامين دي اقل من 50 يبقى فيه نقص ولما يكون من 50 ل74 يعني نقص طفيف لفيتامين دي النورمال بقى بيكون من 75 ل100 طيب لو زاد عن معدل المية لغاية 250 يبقى ده فيه زيادة في معدل فيتامين دي ولو زاد عن 250 يبقى ده ممكن يحصل تسمم من فيتامين دي نتيجة يكون الشخص ده بياخد سبلمينتد او بياخد فيتامين دي خارجي فبيزور المعدل فممكن يحصل تكسيستي او تسمم من فيتامين دي فلازم يكون المعدل الطبيعي الفيتامين دي هو من 75 ل100 يا ترى امتى احلل فيتامين دي لو عندي مشاكل في العضم او ان العضم بتاعي ضعيف او عندي مشكلة في امتصاص الكالسيوم والفوسفرس في الجسم او عندي مشكلة في هرمون الباراسايرويد او عندي او انا عايزة اشوف تأثير الباراسايرويد هرمون اوكي على فيتامين دي هل هو في الصورة النشطة ولا الغير النشطة كمان لو عايزة عمل سكرينينج تستيعني بشوف تحليل عام خاصة ده بيطلبوا المرضى اللي عندهم مشاشة عزام فبيفضل احنا نعمل لهم تحليل فيتامين دي يا ترى ايه هي اعراض نقص فيتامين دي اول حاجة ان الجد بيكون شاحب بيكون فيه هلات سودة تحت العين عندي طبعا نقص في المناعة فبيكون دايما عرضة ان يحصل الانفلوانزة الموسمية وكمان الكحة عندي وهم في العضلات عندي مشكلة في الجوينس او المفاصل ودايما عندي ضعف كمان فقدان للشهية في قلم اسفر الضهر الموت دايما متغير وكمان فيه تغيير في النوم بصورة كبيرة كمان احساس دايما بالوهن والضعف وده بيكون الاعراض لنقص فيتامين دي اشتركوا في القناة